وأخيراً القاهرة تتنفس بشوية هوا منعش بعد الدهر يعني بعد موجة حر شديدة الأيام دي لما تبص على التقس كنت لسه بتابعه فتلاقي درجات الحرارة طبعاً يعني احنا بنتكلم برضو احنا في شهر أغسطس ما بين 37 و36 و35 فأعتقد ده حيدي الناس متنفس بلدنا الجميلة كبيرة يعني كنت لسه بتابع برضو حركة الناس في المصائف فتلاقي إنه الناس يقول لك إيه بورسعيد تفتح البحر من الفجر الناس بتروح على البحر وأيضاً راس البر وطبعاً اسكندرية بمشهدها الجميل الرائع لأنا بحس إنه ده المصريين الشعب المصري إعتاد على إنه يبقى بالقرب من البحر أياً كان يعني سواحلنا كتير بنتكلم على الساحل اسكندرية والساحل الشمالي بنتكلم أيضاً عن المناطق التانية الأخرى بنتكلم على راس البر بنتكلم على بورسعيد بنتكلم على جمسة بلطيم كل المصائف اللي المصريين بيتوجهوا إليها فحتلاقي إنه مع كل ده هتلاقي برضو فيه ناس بتشتغل هنا فيه ناس على الطريق بتشتغل تحس وأن حركة البلد كلها في دواير نشاط وحركة وده أجمل ما في شعبنا الناس دايماً في حركة مهما كان درجة الحرارة عالية المصريين موجودين بيشتغلوا فيه ناس على البحر وفيه ناس في الشغل والعكس يعني الناس بتبدل موقعها فأتمنى لهم دايماً صيفاً سعيداً من ضمن الصيف برضو اللي موجود السنة دي والناس ده الجهد قبلة العريش العريش يعني انضمت إلى خريطتنا الصيفية من جديد في حضن مصر وإحنا عارفين من شهر رمضان تبعنا الإفطار على شاطئ العريش فما بالك بالصيف طبعاً العريش من شاطئ البديع الخيل الكمية النخل اللي موجود فيها والرمال البيضة الحلوة وطبعاً البحر الرائع في العريش بما أني موجودة في سينة فتعالوا كده نحيي قبائل سيناء قبائل سيناء اللي هم القبائل المصرية السينوية اللي بتمد إيدها كمان في مواجهة الإرهاب مع مصر وفي ملحمة رائعة للتنمية والتعمير والبناء قنابق القبائل السينوية سطرت الحقيقة على مدى التاريخ وعلى مدى عصور كتيرة وأيضاً فترات متلاحقة ومختلفة ملاحم كتبت بحروف من نور في عمر الوطن من بينها ملحمة طبعاً القضاء على الإرهاب بكل الجوالات العديدة اللي كلنا كنا بنتبعها وأيضاً كانت بتقدم الدعم المعلوماتي واللوجيستي والكشف عن هوية العناصر التكفيرية والقبض أيضاً عليهم والكشف عن يعني مختبئ الأماكن اللي بيبقى فيها الأسلحة وأيضاً العبوات والخنادق والأنفاق كل ده الحقيقة كان بيتم عبر القبائل السينوية اللي كانوا الحقيقة الوطنية الرائعة اللي كانوا بيمدوا إيديهم لبلده كمان الحقيقة هما في نفس الوقت يعني ما كانوش بيخافوا أبداً من الإرهاب بالعكس كانوا هما بيحاولوا طول الوقت يسلموا أي حد ممكن يكون بيستهدف مصر أو بيستهدف أرضها أو بيستهدف شعبها أو حتى بيستهدف قواتنا المسلحة في ملحمة التعمير كمان احنا شفنا يعني القبائل السينوية قد إيه بتشارك لأن هما كمان يعني هما جزء من نسيج الوطن السينوي ده هما كمان لما تروح وتعيش في وسط السينة انت بتتعامل معهم بشكل أو بآخر في السياحة وفي اللطافة والحاجات الاجتماعية هما موجودين وبيعمروا وعايزين بلدهم تبقى أحسن وأحلى بشكل جديد الحقيقة